في مجموعة من المصريين من أهل النوبة الطيبين اللي بصراحة أنا على المستوى الشخصي بحبهم جدا ناس طيبة وابتسامتهم كده تشرح القلب زي ما بيقولوا يعني في عشرة من الشباب النوبيين المصريين محتجزين في المملكة العربية السعودية من سنتين واحتمالي وجهوا أحكام قاسية في محاكمة لهم في الأيام القليلة الماضية وفي مجموعة من المنظمات الحقوقية أصدر الديان مشترك للإفراج عن النوبيين العشرة المحتجزين في السعودية نعرف أكثر عنهم وعن أحوالهم وعن سير القضية بتاعتهم لكن نشوف تفاصيل أكثر في هذا الفيديو قال التعليق على هذه القضية ورحب بضيفي عبر الإنترنت محمد عزمي المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان بينضم إليه من نيويورك محمد أهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسام تشكرك على وجودك وعلى تلبية الدعوة وأعتقد أنها قضية مهمة في تجاهل إعلامي كبير جدا في مصر عن قضية العشرة النوبيين المعتقلين في السعودية لو تطلعنا على تفاصيل أكثر عن هذه القضية والله يعني هو الآخر المستجدات أن الحكم هيبقى فيه جلسة حكمها هيبقى يوم 31 الشهر ده ودائما كان السبب في إصدار بعض المنظمات حول إنسان بيان ومطالبات للسلطات الحكومية السعودية بالإفراج الفوري عن المعتقلين يعني احنا مش عارفين إيه اللي ممكن يتم يعني متوجه لهم تهم كتير وكلها تهم يعني تعتبر تهم سياسية أكتر منها من تهم جنائية خاصة بقرية الرأي والتعبير وخاصة بقرية التنظيم والحق في التنظيم والحق في الاجتماع والكلام ده في بعض التهم متعلقة بالأرهاب يعني مش برضو أنا مش متفهم أي كينونة السند القانوني اللي ممكن يعني يساند حاجة زي كده بس آه يعني احنا في قضية وفي تجاهل طبعا من الإعلام يعني وضعه مجموعة طيب لو نبدأ بالقضية بعدين هاجل موضوع تجاهل الإعلام هو إيه اللي حصل يعني عشرة شباب من أهل النوبة في السعودية إيه اللي خليهم يعتقلوا سنتين وعلى دمة قضية وتوجه ليهم قائمة من التهم المخيفة الحقيقة ده حقيقة الحقيقة يعني احنا الجليات النوبية في أي دولة بره مصر وخاصة الدول اللي بيبقى فيها تجمعات مبيين كتير أنه بيين بطبعهم الاجتماعي بيعملوا جمعية بيعملوا مؤسسة يعني الموضوع بس مش أكتر من فكرة الاجتماعيات والتواصل طول الوقت ومساعدة بعضهم البعض في الغربة يعني بشكل عام في الدول اللي هما هاجروا وعاديين فيها وده يعني بيحصل سنوات عديد يعني سنوات من دمان يعني خصوصا في السعودية يعني السعودية من أول الدول اللي يمكن المصريين كلهم كانوا بيفكروا أو ما بيقولوا خليج كانوا بيطبعوا السعودية وكويت يعني فيه دول بعينها فالجليات النوبية أساسا يعني احنا فيه عندنا جليات النوبية في الرياض وفيه جليات النوبية في جدة يعني فيه أكثر من جليات النوبية كتير فعلا هناك من ضمن الأنشطة اللي بتتعامل بتتعامل احتفالات خاصة سواء بأيام صقافية سواء حاجات خاصة بالنبيين مثلا حابين يبرزوا فيها مساء وحابين يفكروا يحتفلوا هم عاديين بعيد عن أهلهم والكلام ده في 2019 كان فيه احتفالية خاصة بتكريم الجنود النبيين الحرب في 73 واحتفال باللغة طبعا على أساس اللغة النوبية هي جزء وصيل من الثقافة المصرية ومن التعدد اللغة المصري وانهزان اللغة النوبية كانت سبب مهم جدا في نصر وكتوبر وكلنا يمكن عارفين الكلام ده يمكن الدولة نفسها بتتكلم في الموضوع على مدار من تاريخ الحرب لحد فيه اعتراف كامل بين اللغة النوبية كانت عنصر مهمة الحرب في النصر بس على خلفية الحدث كما طلبوا منهم يلغوه وبعد كده تم القبض على أربع أشخاص اللهم كانوا منظمين بعد كده تم إخلاق سبيلهم بعد كده تم القبض عليهم تاني وقبضوا على ستة تانيين من 2020 ومن 2020 لحد المهاردة يعني سنتين وكم شهر تقريبا هم في السجون وبيتنقلوا من سجن لسجن من مقاطعة لمقاطعة للأسف يعني أنا زي ما بقول لحضرتك كده يا الفكرة أنا مش فاهم ليه يعني يعني المدينة اللي هم عايشين فيها هم نحديش حد تفهم حاجة يعني مش فاهمين تحديدا طيب خلينا نحاول نفهم مع بعض ليه إيه السبب يعني إحنا بنتكلم على عشر شباب بيحاولوا يعملوا تجمع ليه علاقة بثقافتهم ليه علاقة باللغة ليه علاقة بالحاجات اللي أنت شرحتها مش بنتكلم على سياسيين مش بنتكلم على فصيل مثلا النظام على خصومة معه وإن كان ده مجرم لكن بنتكلم على الحالة اللي قدامنا شباب مواطنيين مصريين طبيعيين جدا عاديين جدا بيعتقلوا سنتين فين وزارة الهجرة فين الحكومة المصرية لين نظام ساكت على اعتقال ومحاكمة مصريين أمام محكمة سعودية طول الفترة دي فين وزارة يعني السؤال فين وزارة الهجرة ده أنا يعني هتير حاجة كده تفضل يا محمد موضوع مع موضوع وزارة الهجرة ده أنا هتحاول أن أنا أثير حاجة كده يعني نفس أنتم صارب موضوع أن الوزيرة نفسها الدكتورة مونة مكرم تقريبا نبيلة مكرم نبيلة مكرم وقت ما ابنها تم الأفضل عليه يعني يعني تم الأفضل عليه هنا في أمريكا في تهم أجنائية يعني قاتل الصحافة والإعلام المصري عملوا دوشة وعملوا صحيح عشان ابن الوزيرة يعني يعني هي تقريبا وزارة الهجرة كمان يعني بالآخر يعني هذا يعني هذا ما جنت يدك يدك يعني يعني أنتو أنتو نفسك يعني أنتو مش بتهتموا بالمصريين العاملين بالخارج بيحصل لهم اللي بيحصل لهم ممكن أساسا ما تكونوش بتفكروا إن الناس إيه اللي بيتم معهم الممارسات وده طول الوقت بيحصل مع المصريين برا مصر إلا أن بيبقى فيه تجاهل كامل فهو جت جت لها يعني في ابنها وفي نفس الوقت بقى هنيجي نشوف بقى الازدواجية بتاعت الإعلام المصري في أن يعني ده واحد موجه له تهم جنائية بالقتل يعني المفترض أن أنتو يعني هي فكرة التعاطف مع الأم طبعا طبعا الواحد متعاطف مع فكرة أن هي أم طبعا كل الكلام ده بس بس ما كانش فكرة التعاطف مع أم أو فكرة التعاطف مع وزيرة مش أكتر يعني هو هو ده إعلام المصري بقى الزواجية بقى اللي بتتم في الحاجات اللي زاهدية بتخلي المواطن المصري اللي عايش جوه مصر واللي عايش بره مصر برضه بيحس أنه هو قليل يعني أنا لازم أبن وزيرة يعني تبنت خيل يعني ابن الوزيرة اللي هو اللي بيعتبر مبتهم بالقاتل ولا عشرة وأمم الشباب ده في شيوخ منهم ممكن ممكن حد منهم يموت في السجن في السعودية مش معندهم ش تهم يعني مفيش تهم يعني مفيش تهم جنائية متوجهة لهم أول مرة ده حصل يمكن في المملكة العربية السعودية إنه دمت وجه تهم سياسية للنبيين مثلا أو حتى ما أعرفش أنا مصريين إذا كان فيه تهم قبل كده كانت لمصريين أو حاجة شبيهة اللي ده يمكن بس يعني هو الموضوع يعني بشكل عام طبعا فيه تكتم معلابي فيه تجاهل من وزارة الخارجية طبعا يعني أنا برضو مش متخيل إن وزارة الخارجية المصري عرفك ويس بالموضوع وفيه مطالبات كتيرة وفيه نسو يعني وفيه كل الكلام ده وفيه ناس يعني منظمات كتير خطبت الوزارة يعني و يعني نفسنا يعني طول الوقت طالعين بنقول يا جماعة فين وزارة الخارجية المصرية وزارة الخارجية المصرية بتعمل ايه وزارة الخارجية المصرية ده نحن في أفضل زي ما بيقوله في أفضل وقت للعلاقات المصرية السعودية يعني رئيس عبدالفتاح السيسي والأمير محمد بن سلمان يعني يعني يعتقد أن فيه تحالف قوي بيتم بناءه في الفترة الحالية يعني سهل جدا يعني لو لو تكلم لو مكتب ده ومكتب ده تكلمه مع بعض بعيدا حتى عن الرسميات الشباب دول هتطلعوا أو الناس دي هتطلع هو وضع حمد أنه لو في إرادة سياسية لخروجهم لا خرجوا يعني زي ما بتقول هما الوقت في تحالف بين النظامين لكن للأسف وضع أنه في تضحية به هؤلاء الشباب نتمنى لهم السلامة أشكرك شكرا جزيلا عبر الإنترنت من نيويورك محمد عزمي المحامي والباحث في مجال حقوق الإنسان